محتوى الوحدة الثانية المحاضرة الأولى أول عنصر مفهوم النظرية وفي هذا العنصر سيتم تناول مفهوم النظرية في الإدارة التعليمية والمدرسية وكيف أنها تحتاج إلى إطار في عام يصف الممارسات التعليمية ويوجهها باعتبار النظرية تقود إلى الممارسات العملية النظرية في الإدارة سيتم التطرق إلى النظرية في الإدارة بشكل عام والنظرية في الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية بشكل خاص كما سيتم في هذه المحاضرة الإشارة إلى خطوات تطوير النظرية بالإشارة إلى خمس خطوات لتطوير أو بناء النظرية الخطوة الأولى وتتمثل بالمشاهدة من الواقع الخطوة الثانية تكوين مفاهيم المشاهدات الخطوة الثالثة تجميع عدد من المفاهيم الخطوة الرابعة تكوين الفرض لتفسير الظاهرة الخطوة الخامسة مرحلة تكوين النظرية كما ستتم الإشارة إلى أربع مصادر من مصادر بناء نظريات الإدارة والمتمثلة بالتقارير وتعليقات رجال الأعمال المسح الإداري والتربوي للبحث والدراسات الاستدلال العقلي الاستفادة من نظريات ميادين الإدارة الأخرى كما ستتم الإشارة إلى تطوير الفكر الإداري من خلال ثلاث مدارس من خلال ثلاث مدارس هي المدرسة العلمية مدرسة العلاقات الإنسانية المدرسة السلوكية أبناء الطلبة يجب أن ننبخنا إلى أن هذا المصطلح المدرسة ربما تجدوه في مرايح أخرى يصنف الفكر الإداري في اتجاهات فكرية معينة وأي تصنيفات أخرى غير المدرسة أو الاتجاه والتوجه في هذا الكتاب المقرر سنشر إلى تطور الفكر الإداري أو الفكر الإداري لكل توقف معين أو فكر معين في المدرسة العلمية هذه المدرسة قد تمثل فكر عالم واحد فقط وقد تمثل فكر عدة علماء توقفهم ينحو منح إداري محدد كما ستتم الإشارة في هذه المحاضرة إلى عيوب كل مدرسة من هذه المدارس الثلاثة كما ستتم الإشارة إلى أفكار المدارس في الإدارة التعليمية والمدرسية وكيفية الاستفادة منها في تطوير العمر الإداري في الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية والإدارة الصفية المترجم للقناة